وإحنا في الحلقات الماضية بدأنا الكلام عن حاجة مهمة جدا الناس كانوا فاكرين إن هي ضاعت وراحت وهي مسألة الحب ومسألة الحب إحنا كنا بنتكلم عن الحب الحقيقي فلما تكلمنا عن الحب الحقيقي جات لنا تم نكمل بقى نتكمل مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونكمل يعني إيه الحب الحقيقي اللي هو الحب الحياتي اللي بيعيش ويكمل للآخر خالص وهو ده تمكن السر بيخلي إن الناس اللي بيعيشوا في الحب ده بيعيشوا مع بعض في الحياة الأولى وفي الحياة الأخيرة لأنهم معاشوا أحباب والمرء مع من أحب تعالوا نشوف الحب الحقيقي ده ممكن يفضل إزاي احنا قلنا إن الحب الحقيقي عامل زي الهرم القاعدة بتاعته ده الأمان والأضلاع بتاعته اللي بتعمل الهرم دي الاهتمام والاحترام والتأدير ده عشان يحصل لازم يبقى عندنا إجراءات على الأرض لازم نعملها عشان نوصل لده الإجراءات اللي على الأرض عشان تحافظ على الحب دي إجراءات مأخوذة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بس كمان معمول بيها في العلم وفي الدراسات العلمية الحديثة فيه خمس حاجات بتأدي إلى ده مشتركة ما بين الرجل والمرأة وفيه خمس حاجات بيختلف فيها الرجل عن المرأة الخمس حاجات دي الاهتمام الاهتمام أول ما يجيجي الاهتمام من برموز له كده بساعة وقت يعني وده اسمه جودة الوقت إن انت تدي لحبيبك وليشريك حياتك وقت خاص به وقت يحس إن انت مهتم به زي ما حضرت النبي كان بيدي الاستدعيشة كده هنشرح يبقى أول حاجة الاهتمام نحن قلنا الأمان والاهتمام والاحترام والتأدير أول حاجة قلنا الاهتمام جودة الوقت طب والاحترام كلمات التحفيز كلمات الحلوة كلمات اللي تشجع وبعد كده الاحترام كمان عندنا التأدير عندنا الاحترام كمان بييجي بقى بعد الاحترام خلاص اللي بقى كلمات التحفيز ييجي التأدير والتأدير فيه حاجتين التأدير فيه مواقف الجدعانة ومعاه كمان الهدايا فالتأدير عندنا حاجتين مواقف والأفعال والهدايا لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال تهاد وتحب ويجي بعد كده التلامس أن يبقى قريبين من بعض أن احنا نلمس بعض الأزواج خمس حاجات دولة بيشترك أن كل الأزواج سواء كان الرجال أو ستات إيه اللي حاصل بيحبوا ده طبعا نعمل إيه؟ تعالوا نبتدي بالحاجات العشرة اللي لو عملها الزوج الستة تحس أنه هو بيحبها وتدوب فيه يبقى احنا نعمل إيه؟ هنتكلم على العشرة حاجات الأول بتاعت الرجالة اللي لو عملها الرجالة الستات يحسوا بأن ربنا سبحانه وتعالى جعل زوجها ده نعمة ربنا وآخر صبرها وهو ده اللي يسعد حياتها يعمل بقى الزوج إيه؟ عشان يملك قلب زوجته يعمل عشر حاجات أول حاجة هنبتدي بالخمسة المشتركين ما بين الرجالة والستات أول حاجة يحترمها يحترمها يعني إيه بقى؟ طول الوقت يحسسها بأن هي الأميرة الفريدة اللي مفيش زيها يبقى الاحترام بمعنى أنه يقولها كلمات تحفيز طب كلمات التحفيز عندي الست يعني إيه؟ أنت الدرة الفريدة التي ليس مثلك أحد أنت مفيش زيك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقولوه ويسألوه ببوضوح من أحبوا الناس إليك؟ قال عائشة آه يبقى يعبرها تعبير يوصلها اللي مفيش حد بيشاركها في قلبه كل ما المرأة تحس بكده تحس بالراحة تحس كل ما تحس أن هي فريدة ومميزة عند زوجها كل ما تحس بالراحة تاني حاجة الاعتمام الاعتمام يعني إديها وقت وقت خاص بيها ما بيشارك حاس لا يشارك أحد فيها يأفل التليفون ويبصلها في عينها ويمسك بيديها حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يا جمال اهتمامه صلى الله عليه وسلم يدي للسيدة عائشة وقت مناسب لها مناسب لشخصيتها فالوقت ده وتعمل ايه؟ يسابقها فيه مع شابة وتحب الجري وتحب اللعب حضرت النبي يسابق للسيدة عائشة فجودة الوقت عندها يبقى معناها ايه؟ ان هي تتطمن تتطمن ان فيه حد حابب يريحها حابب يساعدها فجودة الوقت عند المرأة لما تعمل الجودة الوقت دي فتوصل المرأة للطمأنينة يبقى انت ادتها وقت جيد نيجي بعد كده التقدير بقى التقدير بقى يعني ايه؟ التقدير عندي الست معناه انا كل كلام ده لرجالة ان لو عملوه هيوصلوا لده هيوصلوا ان يسكن قلب المرأة وما يخرجش منه وتبقى تتعب اولا وهو التقدير قلنا حاجتين الافعال والمواقف اللي هي الجدعانة اللي هي ايه؟ لما تعتر عربيتها اول حد تلاقيه هو فايه اللي حاصل؟ فتحس ان هو بيحميها زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما يحصل الصحابة يخافه يطلع يقول لن تراعه طيب كان بيعمل كده مع زوجاته طبعا كان بيعمل كده مع زوجاته مش فاكرين لما السيدة عائشة استخبت وراه فقال لها رأيتي كيف حميتك من الرجل لانه جيلي سيدنا ابو بكر وقال له ما لي عهد دعوناك فخب السيدة عائشة اللي هو كان على خلاف معاه هتحس ان هو بيدعمها بينقذها ايه ده؟ ده بينقذني من المواقف الصعبة ولذلك ما تستهنش ان انت تنقذ زوجتك من الفار او حتى لو كان عندها فوبيا من السرسار ان انت تجري وتعمل الكلام ده ولا ان هي عندها ماجستير والدكتوراه فتقف جنبها وتساعدها ان هي تخلص الماجستير والدكتوراه اللي انت بتعمله ده بيخليك تملك قلبها ليه؟ عشان بتحس ان انت المنقذ لها انت توقي النجاة يبقى الافعال والمواقف والجدعان تحس ان انت توقي النجاة الحاجة اللي بعد كده كمان في التقدير الهدايا يا سلام على الهدايا بقى ولازم في الهدايا بقى بقول للرجالة خلوا بالكم لما تجيب هدايا لزوجتك لازم تكون زي ما هي بتحب لان الهدايا عند الست معناها ده فهمني وبيساعدني قاعد تجيب لها ورد 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 وهي السيد بتحب الدهب جيب لها حت الدهب صغيرة بتمن الورد جمع بتمن الورد ده كله وجيب لها حاجة دهب هي بتحب الدهب بتحب بتجهب ليه؟ عشان تجمعه في الاخر خالص وتتدخل عشان تسد حاجة البيت اه انت كده فاهم ايه تاني؟ بعد كده التلامس الست في الحقيقة لما بتحب ان هي جوزها يكون قريب منها ويطبطب عليها هي التلامس عندها بمعنى الاحتواء يعني انت محتويها الست لما تحس بده بتحس بالامان وتحس ان التلامس ده حاجة لطيفة حاجة بتخرجها من العالم الدي الكئيب الى عالم تاني كل ما عملت التلامس بهذه الطريقة كل ما الست تبقى بتسعد يبقى الراجل الخمسة دولة هو الخمسة اللي بيعملوا من الراجل ايه؟ لمراته وده مشترك ما بين الرجل والمرأة اللي هما خمسة ايه؟ اللي هو الاهتمام يعني جودة الوقت وجودة الوقت عند المرأة يعني اتطمنها بيها والتقدير عند المرأة والتقدير عند المرأة حاجتين الافعال وكمان الهدايا والافعال عند المرأة معناها المنقذ وكمان الهدايا معناها ده فهمني وبيسعدني وبعد كده بيجي التلامس وبيجي بعد كده التلامس اللي فيه كل المعاني اللي هو التقديل والاحترام وكمان الاهتمام يبقى الاهتمام جودة الوقت والتقدير والاحترام الكلمات التحفيز كلمات التحفيز معناها عند المرأة يعني إيه؟ يعني أنت الدرة الفريدة ما فيه إزايك طب دي الخمسة المشتركة ما بين الرجل والمرأة